تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى تاريخ 22 مايو 21 ما كان مجرد تاريخ بالنسبة لأتلتكم مدريد فهو تاريخ حسم لقب الدوري على حساب بلد الوليد اللقاء اللي كان بمثابة مرحلة مفصلية في تاريخ النادي الجميع كان مدرك بأنه لو سيميوني خسر الدوري على الأغلب هيقرر الرحيل لكن الفوز كان سيعني انطلاق مرحلة جديدة أكثر طموحا في أتلتكم مدريد في ذلك اللقاء اللي نجح في أنخي الكورية ثم لوي السواريز في خطف الفوز وقلب النتيجة على أصحاب الأرض كان لقاء اطلاق مشروع جديد كما يبدو بدأت خطوات البناء لمرحلة طموحة جديدة الخطوة الأولى كانت الإعلان عن تجديد عقد سيميوني حتى عشرين أربع وعشرين ثم تأتي الخطوة الثانية تعزيز كافة مراكز وخطوط الفريق وأبرز مركز بريد سيميوني التركيز عليه هو خط الهجوم يريد مهاجم كبير يضمن تسجيل الأهداف في حال نقصة أهداف لوي السواريز الموسم المقبل لذلك اتكلم أكثر من مصدر عن لو تارو مارتينيز مهاجم الإنتر وأنه الهدف الأول بالنسبة لسيميوني اللاعب بيلعب مع إنتر ميلان اللي بيعاني ماليا واللي قد يضطر يبيع لعبه ليمول أي صفقات ممكن يطلبها المدرب الجديد سيمون إنزاقي لكن حتى لو فيشل سيميوني بالتعاقد مع مواطنه فهو قد يذهب لخيار أنتواني جريزمن اللي بيعرفه كويس واللي خلا يقدم معه أفضل فترة مسيرته مع الأندية وفي ظل ظروف برشلونة المالية يمكن الحصول على هذا اللاعب الفرنسي على سبيل الإعراء مع خيار شراء على الأغلب لأنه برشلونة يركز جدا الآن على خفض ميزانية أجوره وفي التعزيزات الهجومية كان هناك تعاقد رسمي ما عمل ضجة إعلامية لكنه قد يثيرها لاحقا لو قدر اللاعب يثبت نفسه ام نتكلم عن الجناح الهجومي ماركوس باولو جناح أيسر نادي فرومنينسي البرازيلي اللي تم التعاقد معه مجانا اللاعب الشاب بتظهر مقاطعه أنه بيملك مهارة عالية وقدرات مهمة في الثلث الأخير وربما يتحول إضافة على صعيد آخر هناك اهتمام متزايد في أتلتكومدرين بجالب لاعبين إضافيين ظهير أيسر بمزايا هجومية وبنذكر جيدا أنه كان في كلام كثير عن خوردي ألبا في نهاية الموسم لكنه قد يفكر الآن في بديل لألبا بنتكلم عن جايا لاعب بلانسيا أو ممكن يروحوا على جريمالدو لاعب بين فيكا والإثنين معروف عنهم أنهم من الخيارات الهجومية المميزة كظاهير أيسر أما خط الوسط فسيميوني محتاج لاعب فيه مش حيقدر يتعاقد مع حد في هذا المركز إلا لما يرحل سؤول وهناك مقابله لاعب أودينيزي لودريغو دي باول لاعب منتخب الأرجنتينو لاعب خط الوسط اللي فعال للغاية هجوميا سجل الموسم الماضي في الدور الإيطالي تسع أهداف وصنع مثلها مع فريق متوسط زي أودينيزي وهذا الشيء بيخلي سيميوني يرهن على أرقام أفضل لما يكون مع أثلات كومدريد لاعب هيضيف كثير من الإبداع لخط وسط حامل لقب الدور الإسباني هذه قائمة أهداف لو اكتملت تعني أن أثلات كومدريد رفع من قدراته الهجومية بشكل واضح ظهر أيسر هجومي جناح هجومي احتياطي لاعب وسط فعال هجوميا وأيضا مهاجم كبير يعني باختصار أثلتك وحيكون أقوى من نسخة الموسم الحالي لكن هناك شيء لازم أذكره وأوضحه أثلتك ومدريد مش راح يقدر يتحرك بالسوق بالراحة قبل ما يتم بيع اللاعبين اللي ما بيحتاجهم لأنه مطالب مثل برشلونة وغيره من الأندي الإسبانية أنه يخفض صقف أجوره بعد التضرر من فترة كورونا بالتالي خلونا أول نشوف كيف حيتصرف أثلتك ومدريد ببيع اللاعبين قبل ما تبدأ عمليات التعاقد الطموح اللي لو اكتملت لازم يحذر جميع كبار أوروبا منه لأنه فريق يقوده مدرب حافظه عن غيب حرفيا بيعرف كيف يتصرف معه والأهم أنه أثلتك ومدريد راح يستعيد جمهوره الموسم المقبل وهذا معناه عودة ملعبه ليكون جحيم على كل الضيوف برأيكم لو تمت الصفقات اللي حكينا عنها شو ممكن أثلتك ومدريد يحقق الموسم المقبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة